اشتركوا في القناة مع هذا الشراكة الاستراتيجية التي تقام بتوقيعها السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع السيد فلاديمير بوتين في سوتي لقد اتفقنا على اتخاذ اجراءات يتم اتخاذها لتطوير هذه العلاقات واعتقدوا ان هذا سيكون في صالح شعبي البلدين الشعب الروسي والشعب جمهورية مصر العربية ان الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتقارية تدعو الى الاحترام وقد زاد حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار واتفقنا على اتخاذ خطوات محددة لتعزيز هذا التعاون كذلك اكدنا على دور اللجنة الروسية المصرية المشتركة لتعاون الاقتصاد والعلم والتقني ومن المخطط ان تأخذ هذه اللجنة في القاهرة في الشهور المقبلة وكذلك اتفقنا على عدد من المشروعات الاستثمارية على رأسها محطة الضبعة النووية وكذلك المتخص الصناعية الروسية في مصر وكذلك التعاون في العدد من المجالات على رأسها المجال الصناعي وكذلك توريد الاقماع الروسية الى مصر كذلك توقفنا عند التعاون العسكري والتقني والمعدات العسكري فهناك كانت هناك اتفاقات وقرارات اتخذت منذ عام تهدفوا الى التعاون في هذا المجال وكانت هناك تدريبات مشتركة بين القوات البحرية بين البلدين وذلك في ادار التعاون بين البدلان في هذا المجال كذلك هناك تقدم كبير وأكدنا على إقامة العام الثقافي الإنساني المشترك والذي تم تنظيمه منذ عامين كذلك تطرقنا الى بعض المشاكل الاقليمية ضرورة سرعة التسوية في ليبيا كذلك اتفاقنا على ضرورة ان تكون هناك محدثات الليبية الليبية على الاراضي الليبية بهدف التسوية تسوية كافة المشاكل التي تعتري ليبيا في هذا الوقت كذلك نقشنا تطور الموقف في سوريا وأهمية الالتزام بكافة حقوق الإنسان في هذا البلد العربي وأيضا روسيا دائما تنطلق من منطلق التوصل الى مصالحة وطنية بين الفرقاء السوريين وكذلك في ليبيا كذلك مما يسير خلقان الشديد هو التصعيد الذي يحدث في الاراضي الفلسطينية ونسعى الى ونؤيد البدء في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة على أساس حقوقيا سابت كذلك نسعى بين البلدان يسعيان إلى استئناف عمل الربعية اللجنة الربعية الدولية من الوسطى العالميين بما في ذلك التحد الأوروبي حتى يتم التعاون بين هؤلاء هذا الربعي وجامعة الدول العربية كذلك اتطرقنا إلى التعاون بين روسيا وأفريقيا والمؤتمر المزمع أخذه في يونيا في سان بيترسبورغ من هذا العام في يونيا من هذا العام والإعداد لهذا المحفل أو هذا المؤتمر كذلك قدمنا بناء على طلب من أخواننا المصريين قدمنا معلومات مفصلة عن وضع الحالة المقائمة الآن في أوكرانيا وتطرقنا إلى الحديث عن القوى الغربية التي تغذي هذا الصراع القائم الآن في أوكرانيا السيدة ماركل والسيدة بارشينك الرئيس السابق لأوكرانيا كانت هناك مفاوضات وكنا راضين عن هذه المفاوضات ونتائجها ونعمل بشكل عملي في هذا الإطار وأعتقد أن هذا سيكون في صالح الصداقة بيننا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أننا كانت من شدة سعادتي أن نقوم بهذه المفاوضات التي انتدت أكثر من ساعتين مع صديقي سيد لفروف والتي تتعلق بالعلاقات الصينية وقد ركزنا على هدفنا المشترك لتطوير العلاقات على كافة المستويات وبما يخدم مصالح الشعبين أثارها على جهود التنمية الاقتصادية أمر مهم ونعمل على الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات بشكل يؤتي بالثمار ويعزز من العلاقة حجم التبادل التجاري كما تفضل معاني الوزير في تزايد وبالتأكيد أنه استبرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها فيما بيننا أمر مهم ونعمل على الحفاظ عليه بل والتوسع فيه أيضا نقشنا الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدته على اهتمام مصر كما يهتم المجتمع الدولي كله بالتوصل إلى ظروف التي تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا وقد تم تناول هذا الأمر باستفادة في إطار المنطقة العربية تناولنا الخضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية لوجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الإحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين إخامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الكدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقا لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كذلك تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبزلها مصر من أجل إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي من تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه ضرورة الحفاظ على أطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية واتفاق السخيرات ومثال ذلك من توفقات ليبيا ليبيا وعدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولياتها ووفقا لما كان مخررا ولم تتطلع بمسؤوليتها مصر سوف تستمر في الجهود للتوصل فيما بين مجلس الدولة ومجلس النواب لتوافق حول الإطار الدستوري الذي يؤهل لانتهاء المرحلة الانتقالية ويؤتي بالانتخابات التشريعية والرئيسية بالتزامن ونبذل الجهود أيضا في إطار التنسيق بين مجموعة الخمسة وخمسة العسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انزلاق نحو استعادة المواجهات العسكرية من الأهمية أن يتم ذلك في إطار يعتمد على التوافق ليبيا ليبيا وعدم تعدد وازدواجية الأطر حتى لا يتم تعقيد الموقف وبالتأكيد أنه لمصر مسرحة رئيسية بحكم العلاقة الوثيقة فيما بين الشعبين المصري والليبي ووجود العلاقة الوثيقة أيضا فيما بين الشعبين والجوار المباشر والمصالح المتبادلة والحفاظ على الأمن القومي وأيضا التعامل مع خضية الإرهاب والقضاء على هذا التحدي من خلال التعاون مع كافة الشركاء سواء الإخليميين والدولية تناولنا كما تفضل معالي الوزيرة أيضا الأوضاع في سوريا وهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن السوري وعدم انتشار التواجد لقوات أجربية وأعمال عسكرية لا تتوافق مع مقررات الشرعية الدولية ومثاق الأم المتحدة وسوف نستمر في التواصل مع مضعوث الأمم من أجل تحقيق التنفيذ الكامل قرار مجلس الأمن 2254 ونعمل من خلال شركانا ومنهم روسيا على الوصول إلى وضع يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها تأكيد أن هناك قضايا عديدة من ضمنها القضايا الأفريقية التي تناولناها وأهمية تدعيم العلاقات والتعاون فيما بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين سواء كان الروسيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة السين وكلها دوائر مصر حريصة بأن تلعب دور يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن وأيضا يصب في مصلحة الجهود التنموية الوضع الاقتصادي العالمي بيفرد تحديات عديدة ومن الأهمية أن يكون هناك مرعاة للضغوط التي تواجه الدول النمية بصفة عامة ومنها مصر وإيجاد الأليات الملائمة لرفع هذا العب عن الشعوب التي تتطلع إلى مزيد من التنمية والوفاء بتطلعات شعوبها سوف نستمر في تواصلنا الوثيق فيما بيننا لدعم العلاقة الثنائية ونعتز بالاحتفال بـ 80 عام على خامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسنستمر في التنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتاريخ الطويل الذي يعد أرضية مستقرة لهذه العلاقة التي دائماً اتسمت بالإيجابية شكراً جزيلا هل هناك جهود مشتركة روسيا-مصرية لإحتواء الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفتح باب الحوار مجدداً؟ معالي الوزير هناك ملفات مشتركة في الوقت الحالي بين روسيا ومصر هل من رسالة تحملونها إلى موسكو خاصة بعد اللقاءكم بالأمس بوزير الخارجية الأمريكي في القاهرة أفتروي بابروس كسيرجي فيكترويش أين تنتهي الخطوط الحمراء؟ أين تنتهي الخطوط الحمراء؟ التي إذا تم تخطيطها ستقوم موسكو بعد بقاطع المدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا فيما يتعلق بالاتصالات والتعاون القائمة بين مصر وروسيا واتصالاً بالقضية الفلسطينية فبالتأكيد روسيا دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن طرفي الربعية الدولية وتقليدياً كان دائماً لها اهتمامها بالقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق الفلسطينية لغنا عن استبرار التواصل فيما بيننا إيجاد الأطرحات التي تعزز من الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والاعتماد على التوصل إلى حل نهائي للأزمة على أساس حل الدولتين ونستمر في التنسيق الوثيق فيما بيننا من أجل دفع قدماً بجهود التسوية ونهائي الأزمة ونتطلع أن يكون لهذا الجهد المشترك وبالتعاون مع الشرقاء الآخرين أن يؤتي بمصار سياسي يخرج من دائرة الصراع والتصعيب التي لا تخدم مصالح الاستقرار بالعكس قد تؤدي إلى تنمية التوجهات المتطرفة والعمل العسكري والصراع وهذا لا يصب في مصلحة الدول المنطقة أو جهدها للارتقاء بالتعاون والعمل على الوفاء بالالتزامات والطموحات الخاصة بشعوبها بالطبع نحن نراقب كيف يتم المناقشة مداد أوكرانيا في الغرب المشدات السقيلة والأسلحة السقيلة ونحن بالطبع نرى كل هذا ولا نراقب فحسب ونحن نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم السمح بالمزيد من المحاولات لتحويل أوكرانيا إلى جزيرة لتهدد أمننا وعدم السمح بأن ينتهج القيادة الأوكرانية بنهجا يؤدي إلى المساس بحقوق المواطنين والتعدي على التقاليد والثقافة الروسية مهما قال شركائنا الغاربيون فلا هذا لا يبرر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا نحن نرى أن طريق السلام لا يأتي من خلال توريد الأسلحة ومنذ زمن القبعيد يعرف الجميع بما في ذلك أن هناك حربا هجينا تجري ضد روسيا ومما يتلخص في ممارسات النظام الأوكراني نحن بلا شك كما قلت نحن نراقب هذه العملية لتوريد الأسلحة ونقوم بإتخاذ الإقراءات وإعطاء كافة العوامر لإتخاذ كافة الإقراءات حتى لا يتم تحقيق هذا المساعة الغربية وكالة تاس للأخبار طبعا يومكم أنا من مكالة تاس بجاية أن ليسوا للسيد لفروف لقد ذكر أردوغان أنه يمكن المشاركة في المفاوضات لتسوية الوضع في روسيا هل من المقرر الآن إتخاذ إقراءات في هذا الاتقاه وهل هناك من المخاططة من الموز مع أن يوز تامع رؤساء الوزراء الخارجية في الدولة السلسة روسيا وسوريا وصين السيد بلينكين كان في المنطقة في زيارة وكان قبل في القاهرة قبل سفركم إلى موسكو فهل هناك أي رسالات يمكن نخلوها من بلينكين إلى موسكو نحن طبعا نأخذ في الاعتبار اهتمام السيد الرئيس التركي بهدف تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا تلك الدولتين المجاورتين بالطبع نحن تم التوصل إلى اتفاق بدمج إدراق إيران في هذه العملية وروسيا وتركيا تدخل في إدراقنا السلسية لمتابعة هذه المفاوضات فمنطقي تماما التعامل على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا من خلال إدراق إيران أيضا في هذه العملية أما فيما يخص الصيغة التي ستتم بها هذه المفاوضات سواء على مستوى الوزارات الدفاع أو المستوى العسكرية أو الوزارات الخارجية فهذا يتم بالورطه الآن والاتفاق بشأنه حتى يؤدي هذا إلى نتائج ملموسة كما تفضلت فبالتكيد كانت زر الوزير الخارجي الأمريكي مصر بالأمس وجزء من المباحثات التي تمت فيما بيننا تركزت حول الأزمة الروسية الإكرانية وتطوراتها مرتبطة بالصراع العسكري وتيحت الفرصة لإعراب الوزير الأمريكي عن الرؤية الأمريكية إذا هذه التطورات وما هو المتوقع خلال المراحل القادمة في هذا الصدد كذلك أتيح لي الفرصة خلال لقائي مع معالي الوزير لفروف أن نتناول هذه القضية بالمثل وأن يتم طرح الرؤية الروسية إذا التطورات الخاصة بهذه الأزمة بالتأكيد أن مصر في كل اتصالاتها المتصلة بالأزمة الأوكرانية تزكي من أهمية التوصل إلى بطار سياسي توافق دبلوماسي مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري والتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بهذه الأزمة بما يلبي المصالح لكافة الأطراف سوف نستمر في المتابعة الحثيثة لهذه التطورات سواء في إطار العلاقات الثرائية التي تجمعنا بأطراف الصراع والشركاء الدوليين وفي الإطار المتعدد وسوف نستمر في السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة تلكانال الشرق نيوز قناة الشرق نيوز طبعا يومكم السيدة الوزراء السيد لفروفة الأول سؤال لكم كيف تقيم موقف القاهرة من موقف مصر من الأزمة الأوكرانية إن موقف قمارية مصر من الأحداث التي تجهدها لأن في أوكرانيا فهذا له جزور تاريخية من حظ الأسباب وهو موقف التوازن عند منقشة الموضوع الكوراني والسيد الوزير عند إجابة على السؤال السابقة لأن هناك قد تم منقشة هذا الموضوع مع بعض الموصلين الغربيين في القاهرة ونحن على استعداد لقبول أي اختراح جاد وأضع خطا تحت جاد لتسوية الوضع بشكل شامل وفي هذا الصدد نحن استمعنا نحن استمعنا إلى أن هناك رسالات استمعنا إلى رسالات تقول أن على روسيا أن توقف الحرب وأن توقف إطلاق النار أما الجزء الثاني من هذه الدعوة السيد بلينكين لم ينقلها ولكن هذا هو الجزء الثاني من هذه الدعوة من هذه المناشدة أن المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية والناتو والسيد ستولتنبرغ كان في زيارة إلى جمهورية كوريا القنوبية وقال في كلمته أن روسيا لا بد أن تنهزم في هذه الحرب والغرب لا يمكن أن يسمح بهزيمة أوكرانيا ولأن هذا يعني هزيمة الغرب وقال السيد ستولتنبرغ أنه سيخسر العالم كله سينهزم العالم كله وإذا هزمت أوكرانيا وهو قد تحدث عن كافة ليس فقط عن أعضاء الناتو إنما عن كافة أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك جمهورية مصر العربية وقال السيد ستولتنبرغ بعد ذلك مواصلا لذلك نحن لا نسمح بهزيمة أوكرانيا وهزيمة العالم ولذلك قال هو لابد للناتو أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع إن هذا الحديث لا يدور هنا فقط عن أوكرانيا فالكييف لا تتمتع بأيات استقلالية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يقوم بتنفيذ سياته بعدم السميح لعدم المجتمع الدولي كافة فهناك شكاوى أو دعاوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للعالم أجمع ولذلك أنا متن جدا لصديقي أنه تنقل إلينا وجهة نظر السيد بلينكين ونحن ولكن الرسالة لم تكن كاملة وأنا أقول الآن ماذا تسعى الولايات المتحدة من وراء إقاف روسيا عن الحرب في أوكرانيا فيما يتعلق بالسؤال الخاص بالروبل والجنيه المصري والاستفادة من التعامل بالعملات المحلية بتأكيد أن العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الروسية هي علاقات عميقة ومتشعبة ونحن دائما نسعى إلى إيجاد الأليات التي تعزز من هذه العلاقة وتمكننا من الاستفادة الكاملة فهناك عديد من الأليات التي نلجأ إليها لتيسير التعاملات والارتقاء بها وليزيادة حجمها بتأكيد أنه استخدام الروبل وغيرها من الأليات لتحقق هذا الهدف دائما سوف تكون محل لباحث وتفعيل من جانب البلدين السؤال الأخير تفضل طاب صباحكم السيد لفروف في عشية منذ فترة المنجيز للغاية تم الهجوم على قاعدة قوية إيرانية فمن نظركم هل هذا ينزر بحرب في المنطقة والسؤال الآخر لسيد سامح شكري لا يسمعون لا يسمعون الإجابات على هذه الأسئلة ويقررون الأسئلة ما يخص التوتر حول إيران فنحن قدمنا تصريحا بهذا الشيء ونحن نعتبر أن هذا خطأ من قبل الغرب فلابد من اتخاذ نهج شام لتسوية القضية الإيرانية وهناك مستندات ووسائق تم التوقيع عليها بهذا الشام وعندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بجانب أحادي بطريقة الأحادي لقطع هذه الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في معاهدة وتطالب الإيران بتنفيذ التزامات فنحن نتمنى أن يكون الإيرانيون وكذلك الصينيون معنا في نطالب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات وخطوات محددة فلكن الغرب في الفترة الأخيرة بات يتخذ إجراءات تؤدي إلى تصادم وتصعيد في المضع في هناك أخذ في الاعتبار قرارات مجلس المحافظين بأكالة الطاقة الزرية الدولية كانت هناك تصريح منذ ربما أمس أو أول أمس أنه يمكن اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لمدع إيران من امتلاك أسلحة نووية إن القيادة الدينية الإيرانية أصدرت فتوى تمنع بتصنيع الأسلحة النووية ولكن هناك خطة من التحركات لابد أن تتخذ وليقاف البرنامج النووي الإيراني قياسا على أي دولة أخرى تحركات الغرب بهذا الشأن كما فعلوا بخصوص اتفاقات مينسك الخاصة بالتسوية الأوكرانية وقرارات مجلس الأمن الدولي يتخذون إجراءات عدائية بما في ذلك التهديد باستخدام قوة العسكرية دون النظر إلى قرارات أعلى مجلس في الأمم المتحدة وهو مجلس السلام للدولي خلال السؤال السابق بالتأكيد أنه من أهم عناصر العلاقة فيما بين مصر والروسيا هو وردات القمح ومصر أكبر دولة مستوردة للأقمح والحبوب في العالم وبالتالي تعد هذه سلعة استراتيجية بتزبط لنا الاعتماد الشعب المصري على هذه السلعة من نسبة للأمن والغزائي كل الآليات الخاصة باستمرار العلاقة فيما بين البلدين في هذا المجال نستفيد منها ونوظفها بكل التأكيد من أجل ليس فقط الحفاظ على هذه الوردات واستمرها بوتيرة دائمة ولكن أيضا فيما يتعلق بتوسيع رقعة التبدل التجاري بين البلدين في كل المجالات وتحدث معالي الوزير عن زيادتها خلال العام الماضي إلى 6 مليار دولار ونأمل أن نستكشف مجالات جديدة وأوسع للارتقاء بهذه العلاقة بما يخدم مصالح البلدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة